بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوق صادق الوعد منصفة إذا أردت أن تكون صديقا وفيا عليك أولا أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى وأن تتحلى بالأخلاق والصفات الحميدة التي تجعل منك شخصا ملتزما محبوبا لدى باقي الخلق ادعو صديقك دائما إلى الخير وكن شريكا له في كل مساعدة لا تبتغي فيها إلا وجه الله عليك أن تقدم له النصح للخير وأن تكون شريكا له أيضا في هذا الخير ومن أهم صفات الصداقة أيضا أن تساند صديقك فالشدائد تظهر معادن الناس الحقيقية إن أردت أن تكون صديقا صالحا وأن تكسب ثقة الناس فعليك أن تكون شخصا خلوقا مهذبا مؤدبا تعلوك سمات الالتزام بأوامر الله مقتديا بالرسول الأعظم وأهل بيت صلوات الله عليهم أجمعين وصالحين وأن تكون صادقا في حديثك وأفعالك متسما بحسن السيرة وصدق الأمان وصديق الحقيقي هو الذي يقدم النصيحة والمشورة لصديقه في كل الأمور دائما ويرشد إلى الطاعات وطريق الحق ويلفت نظر إلى سبل الخير وصديق الحقيقي يغفر ويسامح إذا اعتذر منه صديقة ويحسن الظن به دائما والصديق الصالح هو العبد الصالح المطيع لربه الملتزم بأوامر دينه الحريص على مرضات الله المسارع بالإيمان إلى كل خير المنصرف بالتقوى عن كل شر الموالي في الله المعادي في الله المبغض للعصيان وأهله التقي النقي البر الخفي الذي لا غل في قلبه ولا حسد عن الإمام علي عليه السلام يقول في موضوع الصديقة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته وغيبته ووفاته وعن الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا يقول في موضوع الصداقة من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة مشاهدين الكرام الآن سنتحدث بشكل أكثر تفصيل مع ضيفنا الكريمة الدكتور علي الفحام دكتور مرحبا بك واليوم أنت صديق هذا البرنامج أياكم الله تعالى ويسلم دكتور الحديث عن الصداقة حديث رائع لأنها يعني مفردة تمثل معاني كثيرة الصداقة اليوم هي عبارة عن وجود للإنسان مع شخص آخر ربما يشبهه روحا وقلبا وفعلا لكن بداية أنت كيف ترى الصداقة؟ ما معنى هذه الصداقة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصداقة عاد يمكن أن نعرفها أنه علاقة اجتماعية يمكن أن تنشأ بين شخصين أو أكثر وتقوم على أسس ثلاث الثقة والمودة والتعاون هذه علاقة اجتماعية تنشأ بين شخصين صديقين أو أكثر يعني مجموعة أصدقاء وتربطهم مبادئ الثقة فيما بينهم والمودة والتعاون فإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة كانت عندنا الصداقة المنتجة الإيجابية إذن دكتور كيف أكون صديقا وفيا؟ عطفا على ما تحدث به من معنى للصداقة نعم قلنا قبل قليل أن الصداقة تقوم على أساس الثقة بين الأصدقاء والمودة ووجود المودة بينهم والتعاون حتى يكون الإنسان صديقا وفيا مخلصا إيجابيا في صداقته مع الآخرين أول صفة ينبغي أن تكون صداقته لله سبحانه وتعالى ألا تكون على وفق مصلحة دنيوية ضيقة أو عابرة لأن الصداقة المبنية على أساس المصالح العابرة ستنتهي بانتهاء هذه المصلحة ستقطع علاقة الصداقة عندما تستكمل هذه المصلحة بين الأصدقاء أما إذا كانت الصداقة لله سبحانه وتعالى فالله باق لا يزول ولذلك يقول القرآن الكريم الأخلاء يتكلم عن يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين تكون صداقتهم قائمة على تقوى الله سبحانه وتعالى العنصر الآخر من عناصر الصديق الوفي هو النصيحة الصديق الصالح هو الصديق النصوح لصديقه ولذلك ورد في الحديث الشريف صديقك من صدقك لا من صدقك صديقك من صدقك يعني صدقك النصيحة يكون صادقا بنصيحته أحيانا يعني يؤيدك في كلامه أحيانا يعارضك وفي كل الأمرين عندما يؤيده أو يعارضه هو صادق في نصيحته صديقك من صدقك من صدقك لا من صدقك مل دائما يقول لك أي كلامك صحيح وفعلك صحيح دائما وأبدا دائما وأبدا هذا هو الصديق الصحيح فالصفة الثانية هو أن يكون الإنسان نصوحا الصفة الثالثة هي الإيثار الإيثار وهي حالة أخلاقية من خلالها يقدم الإنسان مصلحة صديقه على مصلحته ورأي صديقه على رأيه ونفع صديقه على نفعه فعندما يتصف المؤمن بالإيثار سيكون مصدر خير للناس والله تعالى يقول في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذه الصفات يمكن أن نجعلها أساسا للصداقة الوفية عندما يكون الإنسان بانيا لهذه العلاقة على أساس الإخلاص لله سبحانه وتعالى والنصيحة لصديقه والإيثار سيكون صديقا وفيا لأخيه وصديقه المؤمن دكتور هل تختلف الصداقة باختلاف الأعمار؟ يعني اليوم إذا أردت أن أنتقي صديقا لربما أحتاج مثلا رجلا كبيرا أو أحتاج صديق بعمري أو لربما يكون أصغر مني هل للأمر علاقة بالعمر يعني الصداقة؟ كيف أختار صديقي الوفي؟ أنا كيف أستشعر أن هذا الشخص يستحق صداقتي؟ يعني تحديد الصداقة بالمرحلة العمرية وليس قاعدة يعني ليس قاعدة أنه ينبغي أن يكون الصديق بنفس المرحلة العمرية بصديقه الآخر نعم عندنا في الروايات والنصوص مثلا أن يصاحب الإنسان قرينه حتى من حيث القدرة المالية مثلا بعض الروايات لا تصاحب غنيا مثلا لأن الغني متعود أن يصرف الأموال وربما يكون مانا عليك بأمواله مثلا وتكون أنت تابعا له فالصداقة عادة الصديق ينبغي أن يكون ندا لصديقه طبعا الأفضل أن يكون من حيث المرحلة العمرية من حيث القدرة المالية مثلا أن لا يصاحب الفقير لا يصاحب غنيا يذله بماله فالندية في الصداقة مسألة مهمة جدا لكنها ليست قاعدة يعني هذا لا يعني أن الفقير لا يكون صديقا للغني أو أن الصغير لا يكون صديقا للكبير فليست قاعدة وإنما هي الأفضل هل أستطيع أن أعرف صديقي بالتجربة؟ لا شك هل أستطيع أن أضع مقياسا أن صديقي يجب أن يتعرض لتجربة حقيقية حتى يكون صديق وفي لي؟ يعني عموما هي التجارب تظهر معادن الرجال التجارب والأحداث تظهر معادن الرجال لا شك أنه من خلال هذه التجارب نستطيع أن نميز المعدن الأصيل من المعدن غير الأصيل ولذلك ورد في الروايات الشريفة أن نهي مثلا عن مصاحبة أصناف من الناس الذين قد لا يكونون أصحابا وأصدقاء صالحين بالنسبة للإنسان ربما نأتي عليه بعد قليل قبل قليل تحدثنا عن العمر يعني الآن استحضرني سؤال أطفالنا عادة لا ينتقون بشكل مدروس الطفل لا يمتلك الرؤية أنه يعرف هذا الصديق جيد أو لديه صفات جيدة بهكذا أعمار هل يستطيع الأهل أن يختاروا الأصدقاء لأولادهم أو لبنائهم؟ لحظة أن الرفقة والصحبة أعتقد ذكرنا في حلقة سابقة أنها تؤثر في الكبير والصغير يعني حسن الصحبة للكبير أيضا من حسن حاله وحسن الصحبة للصديق من حسن حاله والعكس أيضا يؤدي لها نتائج معاكسة فسوء الصحبة حتى للكبير يكون سببا في ربما انحرافه عن الطريق وكذلك الصغير والأمر في الأطفال وفي الصغار أكبر وأكثر تعقيدا وأكثر خطورة نعم التجربة ربما التي يمتلكها الآباء والكبار في الصداقات وقلنا التجارب وتراكم الخبرة ربما يصنع الإنسان بشكل أفضل من غيره يجعلهم أحيانا مؤهلين أكثر لاختيار الأصدقاء لأولادهم هذا لا يعني أننا نحرم الطفل من حرية الاختيار ربما هو يسكن تسكن نفسه إلى صديق معين لكن مسؤولية الأبي والأم هي المراقبة والمتابعة المراقبة الدائمة المتابعة الدائمة والرعاية الدائمة عندما وظيفة الأب أن يكون راعيا لأولاده لا أن يكون متسلطا ومتجبرا عليهم عليهم فيبنعهم من هذا الصديق أو ذاك الصديق ربما بآرائه وذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تقصروا أولادكم على عاداتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم فلا يمكن للأب أن يطبق القواعد التي تعلم عليها وتربى عليها على أولاده فلربما تكون هذه القواعد مناسبة لأهل ذلك الزمان وأهل هذا الزمان لهم قواعد أخرى مختلفة كيف يعني يجعل الأب بينه وبين ابنه أو الأم مع ابنتها علاقة الصداقة هل من الممكن أن يكون الأب صديقا للأب أو الابن صديقا للأب يعني ورد في بعض الروايات في مراحل التأديب والتربية للطفل أنك تؤدبه أو تركه سبعا واصحبه سبعا يعني السبع سنوات الأولى هي سنوات اللعب وسنوات التعلم وسنوات اكتساب المهارات الحركية للإنسان يتفتح ذهنه على الحياة ولكن من السبع السنوات الثانية تكون صديقا لإبنك تصحبه دائما مثلا تذهب إلى المجالس فتصحب ابنك معك تذهب إلى السوق فتصحب ابنك معك هذه الروايات جعلت الأب في هذه المرحلة من السبع سنوات إلى أربعة عشر سنة جعلته صديقا وصاحبا لإبنه هذه مرحلة مهمة جدا إذا شعر الإبن أن أباه صديق له وصاحب له سيكون أكثر تأثرا به وسيستغني به عن رفقة السوق هذه مرحلة مهمة جدا مسألة مهمة جدا أحيانا يلجأ الأطفال أو الأحداث أو اليافعين إلى رفقة السوق إلى أصدقاء السوق عندما لا يجدون صديقا في البيت عندما لا يكون الأب فارغا متفرغا لهم لا يكون متفرغا لهم لأجل أن يكون مصاحبا لهم صديقا لهم راعيا لهم متابعا لشؤونهم فعندما يفتقد الإبن هذه الصفة في أبيه سيبحث عن رفيق في المدرسة أو في الشارع أو في غيره ولربما يكون هذا الرفيق غير صالح هذا الحديث يسحبنا إلى موضوع قريب منه إذن هناك مقومات لنجاح الصداقة الصداقة تعرفنا على صفات الصديق الناجح كيف أختار صديقا نافعا وجيدا ما الذي يديم هذه الصداقة وما الذي يفسدها أحسنت طبعا النصوص والروايات الشريفة عن أهل البيت صلوات الله عليهم ذكرت تفصيلات كثيرة في هذا المجال يعني أول صفة أن لا تذهب الحشمة بينك وبين صديقك يعني من أخذ الكلمة المعروفة الخاطئة بين الأصحاب تسقط الآداب هذا كلام ليس بصحيح هذا الكلام ليس بكلام صحيح ودقيق الإمام صلى الله عليه يقول لا تذهب الحشمة بينك وبين صديقك فإن ذهابها ذهاب الحياء فإن ذهابها ذهاب الحياء فيبقى الحشمة والأخلاق والآداب بين الإنسان وبين أصدقائه هذا المرحلة الأولى أو الصفة الأولى من صفات ديمومة الصداقة الصفة الثانية هو قلة المزاح إلا من خير لأن كثرة المزاح ستوحي بشيء من الاستخفاف للطرف الآخر فعندما يكثر من المزاح مع صديقه خصوصا أمام الناس هذا سيفسد قوة العلاقة وقوة الصداقة بينه وبين صديقه صفة الثالثة الواردة في الروايات ترك الجدال والمراء ما هم الناس أطباع وآراء وأشكال لهم آراء في السياسة ولهم آراء في الرياضة ولهم آراء في الفكر ولهم آراء في العقيدة وقد أمرنا بترك المراء والجدال وإن كنا محقين ورد في بعض النصوص أن تترك المراء والجدال وإن كنت محقا حتى وإن كنت تستشعر أنك على حق الروايات تشير على أن المراء يفسد الصداقة القديمة حديث عن الإمام الصادق صلى الله عليه يقول المراء يفسد الصداقة القديمة يعني صديق قديم صديق من صداقته وصداقة وثيقة للإنسان عندما تكثر من المراء والجدال معه لأسباب قد تكون غير منتجة حتى وإن كنت على حق حتى وإن كنت مصيبا لما تدعي أنه حق هذا سيفسد الصداقة بينكم كذلك المصالح المرسلة المصالح الآنية أيضا هي من الأمور التي تفسد الصداقة فينبغي أن تكون الصداقة قائمة على أساس التقوى والتقرب من الله سبحانه وتعالى وقد ورد عن إمامنا أبي محمد أبي جعفر الجواد صلى الله عليه يقول من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجدة نعم دكتور هذا الحديث ذكرناه في بداية البرنامج وسبحان الله جاء على بالك الآن دكتور هل نستطيع أن نقول أن للصداقة حدود إذن يجب أن يضع الإنسان حدودا لصداقته حدودا لما يريد أن يحاور به صديقه أو يسر به صديقه أو يتعامل به مع الأصدقاء طبعا لا بد أن يكون الإنسان حذرا يعني ورد في بعض النصوص والروايات أن لا تعطي كل سرك لصديقك لأنه ربما انقلب عدوا في يوم من الأيام شاءت الظروف أن يكون هذا الصديق عدوا لك فعندما يكون سرك عند هذا الشخص سوف يستعمل هذا السر وسيلة لمحاربتك والتشيير بك هذا من ضمن الأمور ذكرنا قبل قليل أن لا تكون العلاقة والمودة ذكرنا أن الصداقة تقوم على الثقة والمودة والتعاون أن لا تكون المودة سببا في ذهاب الحياة والحشمة بين الأصدقاء وهذا مع الأسف واحدة من الأدواء أو الأمراض الاجتماعية الكثيرة المنتشرة في زماننا هذا الأصدقاء والأخلاء ينعدم بينهم الحياة ينعدم بينهم الحشمة أحيانا فالصداقة لها حدود تقف حدودها عند حدود الحياة وتقف حدودها عند حدود الحشمة فألا تعطي كل سرك لصديقك لا تذهب الحشمة بينك وبين صديقك وكذلك أن تكون هذه الصداقة نؤكد أن تكون الصداقة مبنية على أساس الإخلاص لله تعالى أحسن دكتور إذن ما نشاهده اليوم ربما في بعض المجالات هناك صداقة غير صحيحة وتثنافى حتى مع الإسلام اليوم يفترض أن تكون الصداقات صحيحة نقية لا صداقات محرمة وهي ما يشاع للأسف وهو ربما هجم فكرية هجم ثقافية تريد أن تنال من الشخصية الإنسانية أحسن تلاحظ أستاذ فاضل في الروايات والنصوص الشريفة أكد أهل البيت صلوات الله عليهم على مستثنيات الصداقة أو محرمات الصداقة أو الأصناف التي لا ينبغي مصاحبتها كقولهم لا تصاحب الفاجر والفاسق فإذا ربما نزلت لعنة الله تعالى عليه فتنالك اللعنة معه لا تصاحب الأحمق أجلكم الله فإنه يبعد لك القريب ويقرب لك البعيد أو في بعض الروايات فإنه يريد أن ينفعك فيضرك يريد أن ينفعك فيضرك ورد في بعض النصوص لا تصاحب الخائن والظلوم والنمام رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه قال لا تصاحب الخائن والظلوم يعني صفة المبالغة من الظالم والنمام فإن الخائن إن خان لك يخون عليك والظالم إن ظلم لك سيظلمك يوما والنمام إن نم لك سينم عليك أو إن نم إليك سينم عليك يعني هذه الصفات القبيحة الموجودة في الصديق بالنتيجة ضررها سيكون على الإنسان إنه في المجالس قال فلان قال علان ذكر فلان هذا كذا ذاك كذا لأنه يوم من الأيام أيضاً ربما يكثر الوقيعة فيك وينقل عنك ما لا يصح إلى الآخرين أو أنت هذا المجلس يكون مجلس شقاء لا تنالك منه رحمة والإنسان عندما يكون مجلسه مجلس شقاء ربما تختم حياته تأتيه المنية في هذا المجلس فتكون آخر حياته شقاوة في هذا المجلس الصديق خطير جداً صديق خطير جداً ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن الأخلاء يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دكتور الأهل البيت سلام الله عليهم تركوا لنا أمثلة ونماذج مشرقة ومشرفة أيضاً في موضوع صداقة لذلك تجد أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا ينتقون الشخص المقرب والصديق بدقة حتى بان ذلك عليهم يعني اليوم عندما نستذكر أصحاب الإمام علي أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب آل البيت نستذكر صداقة نقية لوجه الله تنطبق عليها كل ما ذكرت من الصفات الحسنة أحسنت أستاذ فاضل يحضرني حديث لسيدنا ومولانا أبي عبد الله سيد الشهداء الإمام الحسين صلى الله عليه يقول والله ما رأيت أصحاباً خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأتقى من أهل بيتي هؤلاء الأصحاب الذين يقول أحدهم للإمام الحسين صلى الله عليه والله لو أني أقتل ثم أحرق ثم أذرى في الهواء يفعل هكذا بألف مرة ما تركتك كيف وإذا هي قتلة واحدة أصحاب أهل البيت صلوات الله عليهم بالفعل كانوا أصحاباً كانوا نماذج مخلصة ومشرفة يعني يمكن أن تحتذا به ويمكن أن تكون قدوة من أصحاب رسول الله المخلصين على قلتهم من أصحاب أمير المؤمنين المخلصين على قلتهم نستذكر مثلاً عمار بن ياسر كان يقول في معركة صفين والله لو بلغوا بنا سعفات هجر يعني لو أنهم هزمونا لو أن جيش معاوية هزمنا والله لو بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل وأنهم على الباطل نستذكر أصحاب الإمام الحسن سلام الله عليه وأصحاب أبي عبد الله الحسين وأصحاب الأمة من بعد الحسين صلى الله عليه على قلتهم على قلة عددهم لأن المخلصين منهم كانوا قلة إلا أنهم كانوا يشكلون أسوة وقدوة حسنة ينبغي على شبابنا ينبغي على أبنائنا أن يتعلموا من سيرتهم وأن يتعلموا من أخلاقهم دكتور نصائح اليوم الكثير بحاجة إلى نصائح في مجال الصداقة ونحن نتحدث وقلنا قبل قليل اليوم العالم مفتوح اليوم هناك علاقات اجتماعية علاقات مشوشة غير واضحة بالتالي اليوم على الطفل الصغير على الشاب الشابة الإنسان اليوم عليه أن يستمع إلى بعض النصائح لكي يصنع صديقا وفيا في زحمة هذه العلاقات لاحظ من الجيد جدا أن يمتلك الإنسان شبكة علاقات اجتماعية واسعة جدا تمكنه من أداء عمله وإيصار رسالته إلى الناس لكن النصيحة هنا أن صديقك وصاحبك والذي يلازمك سيحدد مصيرك في المستقبل فأنت اختر لمصيرك هل تريد أن يكون مصيرك هلاكا في هذه الدنيا وفي الآخرة هل تريد أن تكون إنسانا فاشلا اصحب الفاشلين هل تريد أن تكون إنسانا ناجحا اصحب الناجحين وتعلم منهم هل تريد أن تكون إنسانا متقيا اصحب الأتقياء وتعلم من تقواهم وزهدهم وعبادتهم لا تصاحب النفاجرا أو كاذبا أو خائنا أو ظلوما اختيار الصديق عملية مهمة جدا خطيرة تحدد أحيانا تحدد مصير الإنسان كثير من الأشخاص في حياتهم كانوا أسوياء في بدايتهم وكانوا مستقيمي السيرة وأنقياء السيرة إلا أنهم انحرفوا عن جادة الصواب عندما تعلقوا بصديق يعني انحرف بهم عن الطريق الصحي أحسنتم دكتور شكرا لك وجعل الله لك خير الأصدقاء وأنت خير صديق إن شاء الله شكرا لك مشاهدينا الكرام أشكر لكم أيضا لحسن المتابعة والإصغاء نلتقيكم في حلقات أخرى بإذن الله تعالى من برامج عندما تريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة